مباراة مهمة زي ما احنا شايفين مباراة قمة بكرة بإذن الله يعني لكذا سبب كمان منهم أسباب الكريم اتحدث عنها وأسباب أولهم زي ما احنا كنا بنقول هي بطولة خاصة تاني حاجة عندك كالر وعندك اللعيبة والجمهير عايزين موسم بلا هزيمة يعني احنا حتى هذه اللحظة الاهلي بلغة الأرقام لعب 20 لقاء فاس في 23 29 عفوا لقاء فاس في 23 وإتعادل في 6 فانت بتتكلم احنا أكيد عايزين نكمل السيزن بلا هزيمة عشان يبقى سيزن فعلا استثنائي في كل شيء أنا أتكلم عن الدوري تاريخ بمواجهة الأهلي والزيمالك تحديدا أنت بتتكلم عن 126 مباراة الأهلي فاس فيهم تقريبا بـ 48 أو تحديدا بـ 48 لقاءة عدله في 50 والزيمالك فاس في 27 طبعا فوارك كبيرة جدا في الأرقام لكن مازال ده برضو مش حيدينا التمأنينة لا حيدينا الثقة لكن مش التمأنينة ممكن يبقى عندك ثقة وانت نازل أي تنافس لكن في نفس الوقت لازم يكون فيه برضو رغبة أنت تفوز يبقى فيه دايما كده يعني زي ما بيتقالي يا كريم أنا عندي يعني مطلع على الفوز مش فكرة بس أنا نازل وعارف أو واثق من الفوز لا أنا متطمن لكن عندي برضو لسه الرغبة شايف أن المباراة هتبقى صعبة بالمناسبة يعني لو حد تكلم على أن الزمالك عنده غيابات عديدة الزمالك عنده غيابات عديدة بالمناسبة لأزباب كتيرة يعني أزباب فنية واستبعاد وحاجات زي كده كتيرة تقريبا تمن لعيبة لو أنا مش غلطة بس ده مش قصتنا إحنا دايما كنادي أهلي حتى لو أنت بتلاعب مين أنا ما ببصش المستوى بتاع المنافس عامل إزاي ويمكن الكلام اللي أنا بقوله ده حضراتكم عارفينه يعني مش حاجة جديدة أنا بطرحها دلوقتي بس لازم نأكد عليها إحنا ما لناش دعوة وضع المنافس عامل إزاي دايما نكون بصين على نفسنا جاهزيتنا استعداداتنا الروح اللي موجودة ما بين اللعيبة الكلام ده كله قولر يمكن كمان في الفترة الأخيرة وكم ساعة الأخيرة أكد عليهم شكل كبير جدا فكل التوفيق والاستعدادات كمان كانت تقريبا أو تحديدا من أمس وكمان بعد الحصول طبعا على 48 ساعة كانت راحة ففيه طموحات فيه إسرار فيه روح وفيه يعني زي ما بتقال كده ثقافة اللعيبة إن شاء الله تترجم بقى على الأرض بمطش حلو لأنه خلي بالك من حاجة برضو أنا مش عايزة أشوف فوس بس أنا عايزة أشوف مطش حلو وعايزة أشوف كمان نتيجة حلو فبإذن الله ده يحقق إن شاء الله سيحصل وحتشوفي أداء مرضي وحتشوفي نتيجة مرضية الجماهير النادي الأهلي طبعا إحنا نتكلم على فريق الزمالك الفريق المنافس أيا كان وضعه وأيا كانت حالته الآنية في الفترة الحالية لكن إحنا في الآخر نتكلم على قد من أقطاب كرة القدم المصرية بطبيعة الحال وعبر الأزمنة المختلفة كرة القدم في مصر لزمان مش قليل محصور دايما بين الأهلي وبين الزمالك ودايما مطشطهم بتبقى لها طبيعة خاصة جدا أيا كانوا وضع الفرقتين لكن بطبيعة الحال كل فريق منهم حوافزوا دوافعوا بتتضاعف لما بيكون اللقاء بيضموا أو بيجمعوا بالغريم التقليدي والمنافس التاريخي إن شاء الله نستنى سعد كلنا بمتابعة مباراة مرضية لنا كلنا كجمهير النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر